النهاردة 15 سبتمبر وده بيوافق اليوم العالمي للديمقراطية وده مناسبة نقدر نتكلم فيها عن الحوار الوطني اللي بيحقق وإحنا شايفين مع بعض قدر كبير من التوافق السياسي وبيعكس حالة من الديمقراطية اللي بيتم من خلالها فتح الباب لطرح الأفكار ومناشط كل القضايا سواء بقى في محاول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وأعتقد أن ده تبعناه خلال الست جلسات الأولى للحوار واللي حصل فيها وشفنا مع بعض وتابعنا التوافق اللي حصل حوالي محاول الحوار وتشكيل اللي جان خلينا تفاصيل أكتر نعرفها من ضفنا الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع منوارنا أهلا وسهلا بحضر أهلا وسهلا صباح النور خلينا كده في البداية نتكلم الحوار الوطني إزاي ممكن يحقق الديمقراطية وممكن يحقق التوافق السياسي وطبعا خلينا نبدأ بفكرة الديمقراطية نفسها هي وسيلة مش غاية يعني ديمقراطية وسيلة لإسعاد البشر لفتح حوارات لإدارة التنوع في المجتمع يعني يبقى كل الناس حاسين أنه هم شركاء في هذا المجتمع وده النقطة الأسية حوار الوطني الحقيقة استمرار لفكرة بناء الجمهورية في سياق جديد بمعنى أنه يبقى فيه تجميع أكتر للقوة إدارة التنوع وجود أراء متنوعة ومختلفة ومتوافقة ده بيستلزم الحقيقة يعني أنا شايفه كمان أنه أنه الحوار الوطني أو حتى المؤتمر الاقتصادي القادم أو غيره كلها أدوات لإدارة التنوع في المجتمع أنه يبقى كل الناس حاسة أنها مشاركة بطريقة أو بأخرى لأنه فيه النهاردة بقى فيه سياق عام لأدوات تواصل منصات نشر كلام كتير الحقيقة والكلام نقلا من الكلام النظري للممارسة العملية دايما بتقع حاجات كتير والتجارب الديمقراطية عزبتت التجربة أن هي تجارب محلية معنى أنها بترتبط بالأرض وبالناس وبالجمهور وبتركيبة الدولة وبالجغرافيا وبالتاريخ ما لهاش علاقة يعني ما ننفعش أخد تجربة وزرعها في مكان تاني لكن فيه مفاهيم عامة بتحكم الممارسات الديمقراطية نيبقى كل الناس مشاركة التعبير عن الرأي الاختيار والاختيار والانتخابات والحاجات دي دي برضو وسائل ما هياش غايات لأنه الدول أو التجارب اللي تصورت أنه ديمقراطية هي غاية لمجرد أن احنا نبدأ نتناقش ونتصرع ونتخاني وصلت لسراعات أو صدام وعلى مدى التاريخ الحديث في بناء الديمقراطيات بدأت الأفكار دي منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر مع فكرة الإنوار وغيره ومع الثورة الفرنسية ومع أوروبا التجارب اللي خدت تدرج هي اللي نجحت بشكل كبير في أنها تبني خطو خطو التجارب اللي حاولت تتاخد مرة واحدة دي فشلت تمام لا الديمقراطية بتطبق بغزو ولا بديوش ولا ب لكن بتطبق بالتراضي وبقدرة المجتمع على إدارة هذا الحوار للوصول لنقطة إحنا الحوار الوطني أعتقد أنه كان تعبير على مدى تسع سنوات مصر وجهت يعني كل فترة كان لها تحدياتها يعني مصر على مدى العقود لم تتوقف عن يبقى فيه تحديات أو حروب أو غيره تحديات المرحلة الانتقالية دي كانت أصعب مرحلة لأنه كان الإقليم كله مشتعل وكان فيه صراعات وباسم الديمقراطية أو باسم الحريات فيه دول تم تدميرها ليه؟ لأنه لم يصرقوا لنقطة فيها دولة المصرية بدأت من 2014 ثم انتخابات ثم البنى التشريعية ثم إصلاح اقتصادي كل ده وكان فيه إرهاب وتحديات جينا للوقت الحقيقة الرئيس عبد الفتح السيسي في إبريل اللي فات فيه فطر الأوسع المصرية قرر أنه يطرح مبادرة جديدة مع كثير منها المبادرات الاجتماعية والاقتصادية لأنه فيه كلام عن حول إنسان حول إنسان مصر تبنت المفهوم الشامي أنه يبقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأنه ما يبقاش فيه عشويات ونبقاش فيه كابد وبائي فيه حقوق صحية وفيه ده مع حريات الرأي والتعبير أو الحريات السياسية ما لم يكن هناك استقرار اجتماعي وقدرات لدى الطبقات المختلفة ويمكن شراء الإرادة في الانتخابات وشفنا قبل كده الزيت والسكر ده ففكرة إنه يبقى فيه وعي بينمو مع الوقت الحوار الوطني الحقيقة وصل جيه في وقت اللي أنا بقوله إنه الرئيسة مطرح ده إن الدولة المصرية وصلت لللياقة اللي تمكنها من إنها تدير ده بعض الناس أو طبيعي إنه فيه ناس دايماً التفسيرات وغيره لا أدى حالة ضعف لا أدى حالة أزمة بالعكس ده حالة قوة لأنه مجتمعات الحيوية لا تترك فراغات في الأداء السياسي وهنا إحنا بنتكلم على إنه فيه طائرات متعددة جداً فيه عدد ضخم جداً من الأحزاب أسماء فيه عدد ربما محدود من الأحزاب زي التجارة الديمقراطية اللي موجودة في العالم كله فيه حزب الجمهورين والديمقراطيين العمال والمحافظين في بريطانيا المحافظين والليبراليين والجمهوريين في فرنسا ألمانيا تجربة برضو فإحنا هنختار إيه ولا هنقدر إحنا نعمل تجربتنا أنا دايماً أقول إنه السياسة والديمقراطية تفصيل ما هياش حاجة جاهزة نقدر نجابه فالحوال الوطني يوصل لإنه يبقى كافة الطائرات موجودة كل الأرى موجودة وكمان حتى لو فيه اختلافات في وجهات النظر دي مهمة جداً أصوص أكرم ومهمة جداً للناس تشوفها كمان عشان دول كل الناس الموجودين في هذا الحوار الوطني وأعضاؤه مش كلهم جايين على كلمة واحدة مش كلهم متفقين كل واحد منهم عنده تجربة مختلفة وكل واحد منهم عنده خلفية مختلفة ورأي مختلفة بالضبط وعلى مدى التاريخ الحديث يعني فكرة حتى الأحزاب السياسية بشكلها التقليدي القديم في بدايات نشأتها في الفترات اللي فاتت معاديتش دلوقتي معه زي ما احنا بنقول مع التطورات التكنولوجية مع التطورات عصر الاتصالات أصبح فيه تكاثر فيه الأراء مش بس تنوع وتعدد لأنه ممكن كنا زي ما احنا بنقول الجمهوريين والديمقراطيين أو العمال والمحافظين النهاردة بقى فيه تنوع وتعدد حتى فكرة الديمقراطية نفسها في بريطانيا اللي حصل مثلاً في البريكزيت التصويت نفسه فيه نص المجتمع أصبح بيشك في النصف الثاني في فكرة لا احنا كان نخرج من اتحاد الأوروبي أو ما نخرجش أو نبقى أو ما نبقاش فيه أراء مختلفة بعضها تم طرحه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير نهاردة فيه النقاش اللي موجود في مصر باعتبار ودي النقطة المهمة ان احنا دولة وصلت لللياقة اللي تقدر تدير فيها هذا التنوع نفتح الباب لتحالف 30 يونيو ونجمع الناس اللي اختلفت ربما بعض الناس في وقت من قوات الطرف الآخر الأهم حاجة في ديمقراطية هو انه ما فيش طرف يزعل من انه طرف تاني بيختلف معاه انه التقبل للآخر واحنا بنقول انه الفروق الأحزاب نفسها والطائرات السياسية محتاجة يمكن تبلور نفسها أكتر تعمل تحالفات أكتر تجمع نفسها أكتر حصل تجاره في الفترات اللي فاتت لان نما بص على مية وشوية حزب اي عدد من الأحزاب من حق انه يبقى موجود لكن ايه الفكرة اللي ببقى فيه عشر أحزاب في اليسار وعشرة في اليمين وعشرة في الليبراليين فكرة التجميع دي ودي كانت ظاهرة بعد 25 ينار أظن أثبتت يعني حتى الرأي العام نفسه أصبح يتشوش ويحتار في مواقعات ففكرة بلورة أفكار في الاقتصاد مثلا في وجهات نظر في تفاصيل مختلفة فيه النهاردة مشروعات قومية أو فيه الأولويات وفيه كلام من هذا النوع لكن يخطي من يتصور ان احنا هنبني من أول وجديد احنا ممكن يبقى مش ممكن يبقى بعض الناس قادرين على الفرز هل أنا الطاقة والطرق ونقل العشويات والفيروس سي والتأمين الصحي الشامل هل دي حاجات بيتفق عليها ولا هي أهداف حقيقية دي جزء من الديمقراطية بالمناسبة لانها تتصل بحياة الناس فكرة انه ما يبقى فيه أزمة عالمية موجودة وابدأ أبص فيها بعض الناس يقولك لا احنا مناش علاقة بالعالم احنا منفصلين بينما فيه عولمة حتى للاقتصاد والاستثمارات نهارده مصر الأسس اللي حطتها النهارده وقادرة على جذب استثمارات من الخارج هل المال اللي من الخارج ده ده غلط ولا صح أنه يدخل فيه وجهات نظر قد تبدو خارج سياق العقل في تقييم هذا الأمر العالم كله بيبحث عن استثمارات واحنا بنقول استثمارات يعني صناعة يعني تجارة يعني زراعة يعني فرص عمل هل ده الأموال دي بعض الناس يقولك لا احنا منجيبش أموال من بره ومنجيب طب العولمة الاقتصاد دي هنديرها ازاي فيه اتفاقيات دولية زي اتفاقات تجارة زي الجمارك زي الضرايب زي عدم قدرة الدول على أنها تمنع منتجات دول أخرى التصدير والاستراض ده جزء في الاقتصاد لكن فيه جزء كمان اجتماعي القضية السكانية دي أي الأحزاب أو أي الأطراف ترى أنها قادرة على أنها تقدم فيها وجهة نظر وهي قضية حقيقية أن مصر على مدى عشر سنوات تقريبا زادت أكتر من 25 مليون وبالتالي أصبح هناك أزمة بعض الدول العربية اللي بدأت معنا نفس العدد دول 11 مليون أو 12 مليون بريطانيا من 52 حتى خلال 67 سنة زادت حوالي 25 مليون احنا من 58 للوقت زادنا حوالي 85 مليون القضية السكانية دي هتبقى جزء من الحوار ولا لا طبعا بعض بيفرض فكرة أنه السياسة هي الأساس الحوار الممارسة السياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق الفكرة مش انتخاب بس الوصول لسندوق الانتخاب ده نفروش بالكثير من التفاصيل المحتاجة تتحط إلى أي مدى ستكون الطائرات والأفراد قادرين على تقبل آخر مع ملاحظة أنه بالفعل يجب أن يكون هناك يعني فيه دايما في شائعات أنا عايزة أخذ السؤال من هنا إلى أي مدى ستكون الأفراد وسيكون الأفراد والطائرات مستعدة لتقبل آخر احنا شفنا على مدار ست جلسات للحوار الوطني شفنا التوافق اللي حصل في اختيار رؤساء اللجان والمقاررين برغم أنهم مختلفين تماما سياسيا أو هناك وجهات نظر مختلفة سياسيا لكن حصل توافق تام في اختيار الرؤساء وفي اختيار المقاررين إزاي حصل ده برغم الخلفيات الممكن تكون مختلفة منهم طبيعي وإحنا بنشوف يعني زي ما أنا بقول أنه برغم أن الدموقراطية تفصيل ما هياش حاجة بتتزرع أو بتتنيل لكن في قواعد عامة مجرد في قواعد عامة بتاعكم الحوار هو احترام وجهة النظر الأخرى معنى أنه يبقى فيه استعداد لقبول وجهة نظر وأنه ما فيش حد بالذات في السياسة أو في الاقتصاد أو في غيره عنده الحل النهائي وإلا كان يبقى دي في العلوم التجريبية اللي احنا بنتكلم كيميا فيزيا بنقول حمض زي قلو يدي ملح ومية مثلا دي قواعد تجريبية لكن العلوم الاجتماعية فيها اعتقادات دائمة حتى الآن أنا ضربت مثلا ببريطانيا الخروج بالاتحاد الأوروبي بالبريجزيت فيه خلوة فيه خلاف وجهة النظر في الإجراءات الاقتصادية لكن التوافق عليه أهم حاجة التوافق على الدولة الوطنية المؤسسات احترام القانون تكافؤ الفرص في المجتمع الديمقراطية بتتيح زي ما أنا قلت هي وسيلة لأنه إدارة التنوع المختلفة في المجتمع تكافؤ الفرص والقانون حكم القانون واحترام أحكام القضاء وممارسة السياسة بما يعني الرأي وراء الآخر وما فيش حد يستخدم الديمقراطية للانقلاب على الديمقراطية نعم أعتقد أنه التجارب اللي احنا شفناها اللي تم بالغزوة أو اللي تم بصراعات داخلية أو احتراب داخلي ما بيوصلش النقط وبيصلوا في الآخر يعودوا على مئدة المفاوضات بعد ما يخربوا لكما كان فالحفاظ على الدولة واعتقد أنه الشعب المصري عنده إدراك لهذا الأمر في أوقات الخطر بيدرك هذا الأمر في مواجهة إرهاب في مواجهة غيره حتى الأزمة الاقتصادية اللي موجودة عالمياً وانعكاساتها ممكن ناخد وندي فيها ففكرة أنه يبقى فيه توافق هيبزى الجهد ويمكن بعض الناس شايفين اللي الوقت تطول ما هو فيه اختلافات والاختلافات دلوقتي زيادة حتى عن السابق بمعنى أنه مواقع التواصل والمنصات المختلفة تدي الأفراد كل فرد شايف نفسه أنه هو فقط ربما اللي عنده وجد نظر والناس بيقطعوا بعض وبيظلموا بعض وما بيبوش قادرين في سياق المواقع التواصل أنهما يتقبلوا بعض أصلاً في الرأي والرأي الآخر والحوار الوطني مهتم وهناك 8 لجان للملف الاقتصادي في الحوار الوطني هل من الممكن أنه ما تمت منقشته في الحوار الوطني يكون موجود في المؤتمر الاقتصادي فيه جزئين هنا فيه طبعاً المحور الاقتصادي في المؤتمر يمكن الرئيس عبد الفتاح الصيسي والدين وقت مهمة أوف قناة السويسي كان بيوجه بفكرة أنه فيه آراء مختلفة ربما في بعض الإجراءات الاقتصادية وإحنا شفنا أنه اللي حصل في العالم فيه إجراءات مالية فيه إجراءات بنكية فيه إجراءات جمالك فيه تخفيض فيه ترشيد شايفين في الكهرباء النهاردة في أوروبا في الميا ألمانيا يقولوا يا الناس استحمام جماعي والكلام من دي عنده لو اتقال عندنا يبقى صعب لكن كمان الحقيقة في مصر خلينا نعترف أنه سواء في كورونا السنتين اللي فاتوا في كورونا كان فيه مطالبات بإغلاق تام في مصر واتخاذ إجراءات زي أوروبا منظمة الصحة اعترفت بعد كده أن الإغلاق التام كان غلط مصر عملت سياسات مارينة نجحت فيها إذا احنا نجحنا في كورونا هنقدر يبقى عندنا مش فكرة أنه الآخرين هم اللي عندهم حق لأنه الأنظمة الطبية والأنظمة الاقتصادية وغيره وزراعة وغيره توقفت وعملت أزمات النهاردة مصر عارفة احنا يقولك ما تقرنش بمبورة وفرق الدخول صحيح لكن كمان خلينا نقول أنه على مدى سنتين في كورونا السلع الغذائية أو الفاكهة الخضار للمنتجات المختلفة فيه صوبات وفيه مشروعات زراعية تمت على مدى السنوات الفاتت اللي كانوا بيكلموا على يعني الأولويات والمشروعات ولازم نتوسع في ده ده كلام كان أثبت تجربة أنه حجم السوء في مصر كان قادر برغم تزايد الناس وكده كان قادر الدولة اتخذت إجراءات لأنها تقدم للفئات الأضعف للعمل المؤقتة أو غيره أو الترحيل بتقدم لهم دعم فيه زيادة ستة شهور لدعم التموين والسلع ففكرة أننا بنحاول نعالج بنحاول نعالج فيه إجراءات بره موجودة فيه الناس هنا فيه رفع فايدة خفض فايدة كل دي إجراءات موجودة شايفينها في العالم كله الفكرة هنا الفكرة إلى أي مدى إحنا كمصر كمصريين هنقدر نتحمل ده ونتفاعل معاه ونتعامل معاه بشكل كبير فهو دي النقطة أعتقد اللي واضحة في التعامل مع أزمة عالمية موجودة وإحنا شايفينها ما هيش حاجة مختلفة أو أقول أن ده فشل سياسات أو عودة لفكرة أنه المؤتمر للاقتصاد أنه يبقى فيه وجهات نظر مختلفة بعض الناس اللي كانت بتتكلم على الأولويات هل مشروعات الطاقة دي ما كانتش أولويات أو القضاء على الفيروس سي ما كانش أولويات نقل العشويات ما كانش أولويات ممكن أنا أبقى شايف أنه اتصرف مليارات أنا ما شفتهاش لكن الحقيقة أنه فيه مواطنين تانيين استفادوا بيها الفيروس سي والقضاء عليه ده كان حسار يومي فكرة أنه يبقى فيه خمس مدن جديدة والكلام للوزير الإسكان بيتكلم على أنه يبقى موجود إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط أو إسكان على مدى طويل لتوفير فكرة الشواء لأنه عشان عشويات ما تطلعش هل ده جزء من الموارسة؟ نحن نتكلم على أنه المؤتمر الاقتصادي ممكن يبقى فيه ناس شايفة أنه فيه هنا نقص أو هنا زيادة أو فيه يعني خلاف في التفاصيل لكن ما فيش خلاف على الأصل أنه إحنا الدولة لازم تستمر المؤسسات تستمر حكم القانونية استمر فموجود نختلف ونتفق في الإجراءات الاقتصادية وعشان كده أنا دربت مثلا بأول أنه الجمهوريين والديمقراطيين ما حدش بيختلف على الولايات المتحدة الأمريكية مثل الخلاف في التفاصيل في الإجراءات الاجتماعية ربما الديمقراطيين بيهتموا أكتر بالإجراءات الاجتماعية بالطبقات الوسطى بخفض ضرائب لكن فيه طيار آخر ربما بيهتم بأنه تنشيط الاقتصاد فكرة أنه يبقى فيه عندي هنا الأولوية مشروعات صناعية بناء على الطاق استثمرات خارجية هل العقارات الفاخرة دي أنا عاملها لما يسمى جاذب استثمرات خارجية ولا لاستلاك المحل لازم أخذ دا ويبقى فيه تأسيم فيه سياسة في الدولة النهاردة أنه يبقى فيه درجات مختلفة من الإسكان ما كانش زي الأول فالمؤتمر الاقتصادي والسؤال كان على فكرة أنه هتقاطع مع الحوال الوطني أولا ظهور الأراء المختلفة في الفضائيات بعد أعلان الحوال الوطني وفي الصحف وفي خلق نوع من التفاعل ويبقى محتاج يكبر أكتر قد تبدو دي صعبة لكن هي الأجرات التنظيمية ووضع القواعد العامة للحوار هي دي اللي بعد كده يقدر يعمل دا لكن لازم الطائرات السياسية تبقى بتتسائل عن نفسها وكل طرف بيسأل الطرف الآخر يعني يكون لديه استعداد أنه يتقبل أسئلة الآخرين أكرم في عجالة الكلام دايما لما بنيجي نقول الحوار الوطني الجميع بيتخيل أننا بناخد محاور سياسية ومحاور إقتصادية فقط في محور مجتمعي وده حاجة كنا محتاجينها جدا أن يبقى فيه يعني قضايا مجتمعية الناس تتنقش فيها وتتكلم فيها وده موجود في الحوار الوطني أعتقد ده يعني حاجة كنا مفتقدينها أنا ده ربط مثل بالقضايا السكانية وده قضايا مهمة لازم الأطراف كلها يبقى لديها وجهة نظر وأعتقد أنه في جزء من الحوار الوطني هيبقى مطروح زي ما احنا بنقول إتاحة ممكن يبقى الحوار ده بداية الحوار الحقيقي في جزء هيبقى تشريعات أو سياسة أو أحزاب بتمثل في البرلمان بنسب تتزايد بنسب للآخرين لكن الأهم في رأيي هو أنه الحوار ده يكون بداية توصيات ده وضع قواعد وموثيق شرف للحوار العام لأنه ده القضايا الاجتماعية ده لا تنتهي عندنا قضايا تطرف عندنا قضايا سراعات عندنا قضايا أحيانا القضايا التفهى والهايفة بتسحى بالنسلة بنشوف الزام ومش الزام وكلام من ده ففكرة القضايا الاجتماعيات دي موجودة طول الوقت لكن هو الوضع إيه من كل مجتمع مهيئ لأنه كل الأطراف تتقبل زي ما تطرح أسئلة تتلقى من الأخرى إذن الخلاف والاختلاف هو مطلوب ولكن في النهاية أنه ما يضرش بمصلحة الوطن ويكون مفيد بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع شرفتاني فضي شكرا جزيلا